بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا ينصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن رحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألن يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من له يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقبون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاحها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجبهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقدون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآنا مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أدعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رتوبهم ومنها يأكل النون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصي مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أرى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أرى الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يلتقيان يخرج منهما اللغلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تكذبان 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 يا معشر الجن والإنس لستطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجلل جمتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا جمتين على فرش بطائلها من فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جمتين على فرش بطائلها من فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جمتين islands مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمدهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان متكين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركس ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور من موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وله طير مما يشتهون وحور عين كأمثال النؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعهلون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا طيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخفود وطلح منضود وغل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مغطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا منشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحرين وظل من يحهم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أَئِذَا مِدْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْهُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْبُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ضَالُونَ المُكَذِبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ سَقُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْهِيمِ هَذَا نُظُرُهُمْ يَوْمَ الدِينَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ نَحْنُ قَدْرُنَا بَيْنَةُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحَرُطُونَ أَأَنْتُمْ تَسْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَهُونَ إِنَّا لَمْ غُرَبُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ هُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُطْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُبْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَهُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَتْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم